مرحبا 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 إلى مرحبا 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 كرود كلها فيها أسئلة أسئلة أنا لا أعرف أنا ليس كارتين أو كارتين لكن هناك أسئلة غريبة عجيبة أنا أحضر لكم ميكوب وأجاب على هذه الأسئلة الغريبة مع ما بينها غريب هل أنتم مستعدين أو لا؟ كتب واكب تلاحظون أنه أقوم بعمل كتب كتب وعندما أقوم بعمل كتب فهمتوا عني حاولت حاولت لا تقوم بعمل كتب لا تقوم بعمل كتب أول شيء أحس هل أختار كارت أو أبدأ بالميكوب لا لا أول شيء أضع هذي لأن شعري لا أذيني وانا أحضر كذا والذة الثاني يا رب خلونا نبدأ نختار ورقة عشان نجاوب على كارت نختار كارت عشان نجاوب على الأسئلة بشكل جدا عشوائي هل عندك الشجاعة تطلعين بدون مكياج لا أذكر السبب ماذا قصد وانا قاعدة أصور لاني هذا السؤال ؟ الجواب لا لا لم أستحي لا أحس الميكب أنا قاعدة أحطه لأنني مو وثقا من نفسي أو وثقا من شكلي بالعكس أنا أحيانا أحس بعدها مثل ثقة بس مو وأحط ميكب بس مو معناس أنني قاعدة أحط ميكب لأني عشان يعني بوم تصري تغيير فضيع ولا أحط الميكب لأني أحب أحط ميكب لأني أستانس لما أحط ميكب يعني أن أوكي الميكب أحبه بس هو مو أن أكثر شيء يعطيني ثقة في الحياة أحس الثقة شيء داخلي ف يس أوكي لنخلص الكونسيلر علشان نسلوي سكيب 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 أوكي خلونا نجاب على سؤال ثانية لأني لم أقدر أسكت الآن سأتكلم لأني عندي بإنرجي مية تكلف لش ما أتكلم لا خلونا نختار الكارت اللي بعد متى آخر مرة حظنتي أمك فيها متى آخر مرة حظنتي أمك فيها متى آخر مرة حظنتي أحس نحن في عائلتنا مو من نوع اللي وايد نلمس بعض أو نحظن بعض يعني بشكل عام كلنا يعني حتى أخواتي يعني ما أحظن خواتي فتقريبا من فترة بعيدة يمكن من خلوني أذكر داخل ما راح الله ما يمور يمكن والله ما أذكر ما أصدقون ما أعرف ما أعرف الجواب الصحيح ما بيأشد بعليكم بس من زمان بس من زمان ما أحس أن السؤال هذا جريء بس أحس الشيء اللي أسوي وأحس نفسي جميلة لما أحق ميكب أحس أن تشي كيوت أحس أن نحن شي مرتبة وحلوة وبعد ذا ما أسوي شعري أحس أنا وائد مهم عندي أسوي شعري وأنا حتى أهم عن الميكب تصدقون عادي ما أصور فيديو بس أنه يوم سوي شعري بس عادة أصور فيديو بدون ميكب أتمنى أنكم فهمتوا علي فهالشيء حسسني جميلة الميكب يحسسني بالجمال الشعري حسسني جميلة لما شعري يكون مرتب و يعني مرتب فهمتوا شو اللي أقصدها يس بعدها يلا عقم السؤال حماسي متى آخر مرة حسيت بسعادة مفرطة مع ذكر السبب متى آخر مرة حسيت أني سعيدة أمس؟ لا اليوم بعد كان أمس أحس كان أمس أمس طلما طلعنا أنا وخواتي نشرب ماتشة كنت سعيدة فاللحظة لأنا كنا قاعدين نتكلم عن شيء إن شاء الله إن شاء الله بحققها هالسنة بس ما أقدر أقول لكم شو هالشيء حاليا لأني لازم أشتغل عليه بس لما نتكلم عن هالموضوع بس طالما نتكلم عن هالموضوع تعفونا ما عندكم سوالة سورفون عنها تحسون سورفون عنها واو الدنيا بخير وإن تحسونه مشاعر إيجابية نعم هذا أنا هذا أنا مع السارف اللي كنا نسول فيها أنا وخواتي أمس بس ما قدر أقول لكم شو بس بس أعطي أني بأقول لكم سورفون شون الشيء اللي توقعت أنك ما تتخطينا هالسنة وتخطيتيه السؤال جدا جميل ممتع سؤال مبدع سؤال ممتاز شون الشيء اللي توقعت ما بتخطاها السنة وتخطيك صراحة معين طلع من حياتي أحس في أشخاص تخطيتهم قبل فترة صراحة كنت متوقعة أني ما بتخطاهم بس تخطيتهم أنا سعيدة هذا الإنجاز وايد لأن أحس خلاص واكتشفت أن أحس ولحبتها كنت أحس أن أوه ما قدر أعيش بدونهم والدنيا سودة أوه ما عندي هذا ما عندي ربع ما عندي هذا بس بعدين اكتشفت لما طلع من حياتي كيف الفرصيتني وصرت أركز على نفسي فدائما لما تحسون أن عندكم علاقة توكسك وتحسون أن ما تقدرون تتصلون عن الشخص أو تسحبون على الشخص أو تقطعون علاقتكم مع الشخص تذكرون أن تقدرون تسوون هالشيء ما في حد ما يقدر ينسحب ويبتعد عن شخص هالشيء وايد غلط هالتفكير وايد غلط لأن تقاريين تسوين هالشيء نفس ما أنا قدرت نفس ما آلاف الأشخاص يسوونها كل يوم تقطعين علاقات ما قاعد تناسبك علاقات قاعد توديتش دوامات توكسك فهالشيء تجدين طبيعي أن تتعيشينها وتمرين من خلالها شوفوا أنا ما أقول لكم أنه كانت أحسن فترة في حياتي وتخطيت وأنا أحسن إنسان في الحياة لا يعني ما كانت الفكرة بها السهولة ما بيشتب عليكم الموضوع الصعب لس لازم تأخذنها الخطوة لأن إذا ما أخذتيها والموضوع طوال أكثر لازمك تتعبين أكثر لا أعلم أن أحسن أحسن أنه في علاقة توكسك وانت تحسن فترة معلقة فيها أحسن لازم تحولين تبتعدين على هذا الشخص لازم فهذا تحسن أكبر شيء خطيتيه هذه السنة أو أكبر نجازت خطيتيه في هذه السنة وأحسن أكبر مني صراحة يعني لأنه ليست شئ هين شيء كبير في أشخاص تتبانون ويكونون موجودين في حياتك فسرهم هذا أنت تأخذين القرار أن تبعدينهم عنك كرت جريء شنو أصعب شيء في استقلالية المرأة هل تشوفي الاستقلالية صعبة مع ذكر السبب الحمد لله أنا إنسانا مستقلة صارنا تقريبا ست شهور تساكنة مع أختي بروحنا يعني أول مرة حتى أعيش أكون مسؤولة عن نفسي أمية بالأمية أمية بالأمية مسؤولة عن نفسي ومن كل النواحي الحمد لله سحاول لني أوصل مرحلة أن أكون مسؤولة عن نفسي أمية بالأمية فصراحة الشيء الصعب ما بيتشذب عليكم لأن لازم تكونين أمية بالأمية أنت تسبعين حتى كل شيء فاتورة هذا فاتورة الهداك وفي هذا وعندك السيارة وعندك الكترول وعندك الكهرباء وعندك فاتورة الماء وعندك فاتورة النار وفجأة مثلا مخالفة في الشارع رادار مخالفة يعني شكل عام في أشياء لازم أنت تدفعينها وانت تكونين مسؤولة عنها أحيانا صراحة الشيء صعب بس الشعور اللي مع الموضوع وايد حرور يعني تحسين ما في حد بيمن عليك مو صافة نين من لون عليك لا بس تحسين أنت المسؤولة عن نفسك أمية بالأمية ماذا كيف يشرح لكم بس الشعور جدا حرور وناس ما أخبرتم أصعب شيء الموضوع المادي بس من النواحي الثانية إن شاء الله يعني سهل لازم تكونين إنسانا بس شوك العام مسؤولة لازم إذا أنت الحين تتابعيني وانت صغيرة في السن حاولي أن أنت من الحين تكونين مسؤولة عن أشياء معينة حتى إذا أنت ساكنت في البيت مع أهلك أو لحي مثلا ما رحت الجامعة أو لحين يعني لالحي مشوك العام المسؤولين عنك إمي بالإمية حاولي أن أنت تأخذي مسؤوليات مثلا بأشياء صغيرة إذا في غرفتك تكونين مسؤولة عن أكلك أنت تطبخين حق نفسك أو مثلا أنت تكونين مسؤولة عن دراستك بدون لحدي ساعدتك ما عرف يعني فهمت عليه ولا لا بس و بس guys هذا جوابي للموضوع باودر 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 لا أجد الشاركة في الديكوريشن الرمضاني زعلاني لأني ما زينت غرفيتي ما حطيت ليتات رمضانية معنا وكي فيه وكي بس يمكنني أسويها لأنه يمكنني فلوغ باودر بس البلشر بس خلونا نجاب على السؤال كرت جري شن الشي اللي تعلمتي تتقبلين على شكلك الخارجي سأللي شو لأسئلك هقعتيني على شكلي خارجي تحسست شوي بس بس هذا البلشر من تارت عشرة من عشراء اللون والبيجمينتد وكل شي جنن شن الشي اللي تعلمتي تتقبلين على شكلك الخارجي الشي اللي تعلمت أتقبلها أنه مو كل الناس بيشوفوني حلوة يعني ولازم أتقبل هذا الشي لأنه مو كل حد يمكن أن تقع تابعاني واحدة تقول هم فاطمة تجنن بس واحدة ثانية تقول أحسها عادي أحسها مو حلوة يعني لازم أحس أتقبل هالشي لأنه مو كل الناس طبعا هو صعب أن يقول لازم أتقبل بس هو صعب أنه في حكمتنا يستهبل على شكلك أو يحس أن أنت قبيحة أو مو حلوة بس أحس بشكل عام لازم الواحد يتقبل هالشي لأنه في النهاية مستحيل أن أنت تكونين تخلي مزاج الكلب بس شكل عام أحس هالشي تعلمت بعد من الشغرة يعني مو كل حد يمكن يحبني أو يحب يتابعوني فيه ناس يمكن يحبون يتابعون فلانا بس ما أحبون يتابعوني أنا طبع يعني فهالشي مع الوقت كلما تكبرين يتحسين لازم تتقبلين لأنه مو كل حد يتقبل لشكل الجه ورين على أنا أوه كل حد يمنهار عليه جهوتي ملكة جمال العالم وما بتحسلين هذا الشي مستحيل حتى ملكات جمال العالم وفي ناس ما يتقبلون أشكالهم أو ما يحبون جمالهم شي طبيعي حسب هذا أكثر شي اضطريتني أتقبله في شكل خارجي خلصت البلشر نحن بقلنا الهايلايتر بس لازم أجابع للسؤال اللي بعده يعني ما عرف أنه سؤال جماعي لازم يكون معي حد يلعب معي بس يعني أنا أجابه بشكل عام من أول واحدة فينا ممكن تتزوج ليش أنا بجاوبها السؤال على أساس خواتي من أول واحدة من خواتي أحس أنها بتتزوج حس ما عرفت تكون أحس أحتمال يسرى أحس هي أكثر واحدة مؤهلة حقها الشي لنا تتزوج وبعدين يا أني يا مريم أكيد أنا أكيد ما بقى أحد غيرنا لأن أريدي جواه من الزوجة أحس أنه ما عرف حاليا يعني ما ما في أجواء الزواج حوالين ما في الشخص ما في حد يعني ما عرف سبحان الله إن كفجأة يصير الموضو بس ما عرف والله ما عرف مرحل كبيري في المتحة شنو متحة قالت لكم وانسيتها وكانت من منو المتحة اللي وانسيتها في حياتي مرّا شفت وحدة وحدة من متابعاتي أعتقد تابعني على اليوتيوب هاي لو اذكرت السالفة بس شفتها في المكتبة اللي في دبي مول قلت لي ريحة أطروج الجمن أي عطاة تتخدمينها أحس هالمتحة صارت شي خلاص مرسخة يعني في ذهني لان هايج الفترة انا كتمهوسة في العطور وكتحس ان ابي ريحة شي تمثلني وريحة تكون ثابتة فيني فلما متحتني صار فيني انا اوكي وشتلي صدق ريحتي حلوة عرفتوا يعني كنت واجم السالسة نحس هالمتحة يعني حرفين لتبخلون عالناس إذا عندكم متحة حلوة انا يعني اول ما اشوف وحدة مخواتي او ايحد ستايلة حلو لازم امتحة صراحة لازم اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ونخلص الفيديو وخلاص هذا بيكون حرفيا اخر سؤال لنرى يلا يا المارد متى تعلمتي اهمية انك تحبين نفسك هالسنة شوفوا ما بشاذب عليكم تعلمتها من من زمان يعني بين فترة فترة يصير مع الموقف يصير فيني ممم كان لا تسمح بنفسي بهذا الموقف ليش ليش سمحت هذا الشخص كلمه بالطريقة بس احس هالسنة احس هالسنة خاصة شوفوا اللي بلاينا كيف يجنن درجة ريتش براون من هودة بيتي ريتش براون يجنن احس اكثر شي هالسنة تعلمت هالشي عشان مريتك موقف مع شخص وهالشخص اهاني بشكل فضيع وايد الهانتات كبيرة ومن بعد هالشخص عطاني بلوك تخيلوا عطاني بلوك من كل مكالم طلع من حياتي فجأة بدون سبب جا هbbleوا مانح احترام مش لنفسك ليش خليتي الشخص خاذا يكلمني بهذا الطريقة وانتي رضيت على هالشي فاكتشفت من لحظتها يمكن يعني حسيت ان انا ما احب نفسي تجاجه لاني رضيت ان شخص يكلمني بهذه الطريقة فمبعدها عرفت ان احب ذات شي جدا مهم toilet مايض مهم ان انت بلوك شCon لأنه يغلطون عليك فمن وقتها عرفت أنها لازم أحب نفسي صراحة أنا أحب يا رب ما هي الكمبو؟ الروج يجنن طبعاً الغلوس هذا اللي حطيتها اسمه بومب شيل من هودا بيوتي خلصت شكراً شكراً لكم تابعتوا للنهاية وأتمنى أنكم استانستوا استبتعتوا معي اتابعوني كل يوم بنزلكم فيديو رمضاني دي اليوم كانت جاهزة معي ولي بعد هذا ولي بعد التحدي كل يوم بيكون في شيء دي اضيفوني على حساباتي في السوشال ميديا تحت في الديسكريبشن أحبكم وايد 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 باي